من شوية جماهير الأهلي اكتشفت حاجة جريبة جدا ما تعرفش صدفة ولا ايه حكايتها بس كابتن كهرباء الظاهر كده ان فيه شيء لله تنبأ بالخسارة الكبيرة للأهلي من سانداونز وكمان غنى للخسارة ازاي الكهرباء تنبأ بخسارة الأهلي وغنى لها كمان طيب جماهير الأهلي عملت في ايه بعد اللي عملوا ده كل دو اكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده فخالكم معنا من شوية وزي ما انتم عارفين النادي الأهلي خسر من نادي سانداونز وكانت الخسارة كبيرة قوي على النادي الأهلي خسر بخمس أهداف ما كانش حد نهائي يتوقع الخسارة دي للنادي الأحمر بطل أفريقيا أكتر من مرة والتالت على العالم في كأس العالم للأندية بس في واحد بس كان عنده توقع للخسارة دي وهو كابتن محمود كهرباء نجم النادي الأهلي واللي عليه مشاكل لحد دلوقتي مع نادي الزمالك كهرباء سنة 2021 كان توقع خسارة النادي الأهلي من سانداونز تحس ان الودة في حاجة لله كده توقع الخسارة وكمان جنالها وبسبب اللي عمله ده جماهيري الأهلي النهاردة مستحلفاله وفي ناس تانية للأمانة يعني وقف معاه وفي صفه ازاي بقى كهرباء توقع الخسارة دي؟ زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو كهرباء واقف في ستوديو وبيجني وعمل فيها حسن شكوش في زمانه المهم كهرباء سنة 2021 نزل الصورة اللي انتم شفتوها دي وهو بيجني نزلها عنده على صفحته على فيسبوك وانستجرام وعل عليها وقال الواحد ربك هو الواحد اتنين يا الحسن والحسين تلاتة بالله العظيم ما جاي هنا تاني اربعة صحبتنا حلوة مربعة الخمسة عدد صوابع الكفة وبعض من الجماهير النهاردة جابت البست ده واقعادت نشره وقالت ان كابتن محمود كهرباء كان متوقع نتيجة المباراة بتاعت النهاردة اللي خسر فيها الاهلي من سانداونز خمسة اتنين وكلام طلع ان الكهرباء فرحان في الخسارة بتاعت النادي الاهلي وكده ولو سدق الكلام ده وطلع فعلا كان متوقع الخسارة وفرحان في الاهلي فكابتن محمود الخطيب وسيد عبد الحفيز هيصدروا في حقه وقراراته غرامات اكبر من غرامة الزمالك اللي عليه بكده نكون قلنا ليكم الجزء الاول اللي الجماهير قالته على كابتن محمود كهرباء وانه توقع خسارة الاهلي من سانداونز بخمس اهداف ودلوقتي بقى الدور على الرأي التاني اللي برضو جزء من جماهير الاهلي قالته في بعض من جماهير الاهلي قالت ان البوست ده بتاع كهرباء ملوش علاقة بالخسارة النهاردة من سانداونز بنتيجة خمسة اتنين وانه اصل البوست ده كانت كتب وقتها جزء من ترياءت وسخرية لكهرباء من نادي الزمالك هتقول لي طيب ايه علاقة الزمالك دلوقتي؟ هقولك ما الزمالك خسر من الاهلي سنة 2021 بنتيجة خمسة ثلاثة في بطولة الدور الممتاز ووقتها كان في حفلة من لعب الاهلي على الزمالك وفي نفس الوقت كان في خناءة كبيرة بين كهرباء والزمالك وبسبب ان هو مش ويسبهم واللي بسببها طلعت عليه الغرامة اللي لسه ما سددهاش لحد دلوقتي دلوقتي وبعد عن الخسارة الكبيرة بتاعت الاهلي من سانداونز انتم ايه راييكم في اللي حصل مع كهرباء ده هل اللاعب فعلا كان تنبأ بالنتيجة ولا كان بيسف على الزمالك؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات